السلام عليكم ورحمة الله كثيرا ما نسمع هذه الجملة زوجوا فلان لما؟ ليعقل هو لا يصلي زوجوه واحدة صالحة وستعلمه الصلاة هو يلعب مع فتيات مع علاقات فلانة من غدا بحثي عن متاة صالحة نزوج ابنك قبل أن يضيع طيب الولد يسهر آخر الليل في المقهى وفي الشوارع وعند أصحابه ويرقم بنات كما يقال ولا صلاة ولا صيام ولا دين ابحثي عن فتاة صالحة هي التي تصلحه طيب ليست هنا المشكلة ثم نذهب ونبحث من من العائلات الصالحات من من العائلات والأم تبحث وتنقي أأدب واحدة وأصلح واحدة وأتقى واحدة فلانة يعجبني لبسها أخلاقها دينها نذهب نطرق الباب ذهبنا ودخلنا خاصة إذا كانت من أسرى بعيدة أو من منطقة بعيدة لا نعرفهم كيف حالكم؟ والله الحمد للحية أهلا تفضلوا والله إحنا أعجبنا بابنتكم أدبها وأخلاقها ودينها فلم نرى أن ابننا يستاهل واحدة إلا ابنتكم طيب جميل وابنكم ابننا حاجة وكلا أدب وأخلاق ودين الفج يصلي في الجامع يعني ابنكم إنسان مصلي صايم أكيد الله المستعان هذه أشياء واحد اسألوا اسألوا الطارف وسيدلكم والله لشدة ثقة الأم يعني تكذب بكل صدق وهذه قصص أنا سمعتها بأذني وأعرف الناس هؤلاء فالمصيبة أن الأم تكذب بكل صدق تقول ولدي الله المستعان المسبحة لا تبتعد من يده الليل هذا تفتح الباب عليه الغرفة وهو يناجي ربه يبكي أقول له كفاك يا ولدي كفاك مناجاتا لربك ويأبى النوم وتكذب وتبالغ وتجعل بلدها مصليا صالحا تقيا وهو سكير عربيد فإذا بالناس يسألون ويتحرون ولا يجدون خبرا يقينا إما لأنهم لا يعرفوا أصدقاء هذا الشاب أو أنهم يسألون ناس والناس يعرفون أن فلانا قد خطب فلانا فيكذبون ويقول لا أنا لا أغتاب أحدا من المسلمين سبحان الله طيلة السنة شغال غيبة ونميمة وحش على الناس لما تعرف أن فلانا يريد نصيحتك وأنت بذلك ليست غيبة وأنت مأجور في قول الحقيقة وأحد الأخوات تسألوني قالت يا أستاذة هل أنا مؤاثمة أن فلانا سألتني عن فلانا وأنا أعرف أنها تريد أن تخطبها لابنها وأنا أعرف أن البنت هذه لا تصلي وليست مستقيمة ولكني خفتني لو أتكلم أنهم يفسخوا الخطبة فقلت لها ماذا قلتي قلت لها والله بنت صالحة وتقية ونحسبها على خير قلت أمرك لله حسبي الله ونعمل وكيل فيك قالت أنا خفت مختابها قلت ما شاء الله يعني خلاص الغيبة وصلت لها عند هذه المستشار مؤتمن أنت مؤتمنة فإذا سئلتي إما أن تعتذري عن عدم الإجابة وإما أن تقولي الحقيقة أما أن تكذبي وتقولي أن الفتاة مصلية وأن الشاب مصلي وأنت تعرفين حقيقته فلا ليست هذه غيبة بالعكس هذه نصيحة أنت تقدمينها الغيبة أن تذكري والله قصيرة سمينة نحيفة سوداء بشعة شيء ليس في تذكرينها بسوء لكن أخلاقها دينها يجب عليك أن تتكلمي كذلك الرجال إذا سئلتم عن فلان والله كل يوم نشوفها في المسجد كل يوم ويكذبون الجيران فبعد الزواجة تكتشف الفتاة أن زوجها لا يصلي ولا يعرف أهل المسجد هؤلاء وسكير وعربيد ويشرب الدخان ولديه علاقات فالمهم فتكتشف كل هذه المصايب بعد الزواجة المهم الأسرة هذه بحثت عن الولد هذا وحاولت أن تسأل لكنها لم تجد جواب وغالبا الأسر تستهين مسألة السؤال والله سألنا أحد وقالوا لنا أسرة تمام والله سألنا فلان وقالوا تمام لا بد أن تبحثوا وأن تسألوا وأن تتأكدوا وأن لا تكون الموافقة هكذا على عجل المهم بعد أن اقتنعوا أن هذا الشاب صالح وأنه سألنا كم شخص من أقاربه وقالوا أنه شاب تمام تمت الخطوبة وهذه الفتاة الصالحة المصلية المستقيمة تزوجت هذا الشاب فبعد الزواجة أكتشفت أنه لا يصلي وأن أخلاقه بديئة يسبها يلعنها يغضب يكسر الأغراض يحاول أن يمد يده عليها شهر شهرين وهي تكلم عمها وعمتها فيقولون لها لا بأس اصبري سيتغير طيب أنتم قلتم لي أنه يصلي أنا لا أراه يصلي فقالوا إحنا بحثنا عن فتاة صالحة حتى تعلمه الصلاة وبحثنا عن فتاة يعني ستصبر عليه الفتاة صالحة وتدعو الله عز وجل وتحاول معه نصحته بالتي هي أحسن حاولت معه إذ بالرجل تار كل الصلاة بالكلية ومرتكب للمحرمات والفواحش وقال لها لا تحاولي معي إما أن ترضي بي على ما أنا عليه وإلا فانظري كم هناك جدران في البيت اطرقي رأسك أو اخبطي رأسك في أي جدار تريدين صدمة للفتاة فالفتاة أخذت قرارها بعد أن حاولت معه بعد أن أدركت أنه لا مجال للإصلاح وعرفت أن تارك الصلاة مرتكب الكبائر مرتكب الزناء ولديه صديقات وفوق هذا يتعاطى المخدرات قررت بعدها أن تنسحب من حياته وأن تعود إلى بيت أهلها وأن تطلب الطلاق وتطلقت الآن السؤال هذه الفتاة التي دمرت حياتها والتي دخلت إلى زوج لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف من الدين شيء ذنبها على من؟ ذنب هذه الفتاة من الذي يتحمله؟ تتحمله العمة التي دخلت تكذب وتقول أن ولدي مصلي صايم يعرف الله عز وجل ولم تتكلم أن ولدها فاسد لما؟ على أمل أن يصلح كان أصلحتي ولدك يا غالية قبل أن تذهب إلى بنات الناس وتكذبي وتقول أن ابنك صالح وهو غير صالح إما أن أتقدم لي الفتاة وأقول شوفي يا بنتي أنا بدي إياك تساعد ولدي ولدي مقصر ولدي لا يصلي وأنا أتمنى وحد صالحة لعلها تصلحة لعلها تهديه بحيث أن هذه الفتاة عندما تتزوج تعرف أنني مقبلة على شخص ليس صالح مقصر في صلاته طبعا أنه تارك الصلاة هذه نقطة أخرى لا توافق عليه يا غالية لكن يصلي ويترك عنده بعض الذنوب بعض الأشياء فتخبر الفتاة أني أريدك أن تساعده وأريدك أن تهديه وأنا واثقة أنك ستستطيع أن تساعده إذا وافقت الفتاة خلاص ليس عليك ذنب لأنك قلت الحقيقة لكن تكذبي وتقولي أن ابنك من الزهاد العباد وأحد التابعين والصحابة الكرام ثم نتفاجأ أنه كل هذا كذب فأنت مؤاثمة ثم الشيء الآخر بالأهل الذين لا يسألون ويتحرون ويأخذون وقتهم في السؤال والجواب فلابد أن تتحروا أن تسأل وأن لا يستعجلوا وأن يأخذوا وقتهم ويسألوا فلانا وفلانا القريب والبعيد فخير لهم أن يعرفوا الأمر في البداية قبل أن يقع الفأس على الرأس وختاما الملامة الأخيرة تكون على من يسأل فهو مؤتمن ولا يعتبروا أن هذا غيبة ويقول أنني لن أتكلم بل قل ما تعرفه وما تراه وما أنت متأكد منه أن هذا شيء أنت لا ترضاه على ابنتك ولا ترضينه على ولدك إذا حاولنا أن نتق الله في أنفسنا وفي الناس من حولنا وفقنا الله وأعاننا الله ويسر لنا ولبناتنا ولأبنائنا الأزواج والزوجات الصالحين رزقنا الله وإياكم العفاف والتقى والغنى وجعلنا هداة المهتدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر